كارت اللي بعده اهو الجوكار مالك فرحتي بيجا الجوكار ده بيبقى سؤال طيب روجينا طلبت الطلاق لما جت لها صورتك وانت قاعد مع واحدة في كافيف المهندسين وفهمت غلط هل الكلام ده حقيقي ولا الكلام ولا الكلام ده إشاعات وصفة تفهل الدرجة على فكرة انا باهض مع مليون واحدة اه انا باهض مع مليون واحدة بتغير عليك؟ مفيش ستة ما بتغيرش بتغير عليها؟ طبعا نا احنا بيتين ده مهيدة عربعة بتغير عليها كده؟ طبعا لو جنا مش مستوعب اه انا مش عادة مع زميل فلا مش انا مش منه عادي تمامين لو جينا كارت اللي بعد اللي بعد مال ايه جوكار وا حسستيني اللي كارت امه 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 كديني رقم عشرة طبعا انا هنقولهم كلهم؟ ليه؟ لا مش هنقولهم كلهم طبعا الفنان عاد الامام كان هيترشح نقيب للممثلين بدغط من الفنان الله يرحمه فاروق الفشاوي اتصلت بيه و قلت له انت اكبر من المنصب واقنعته ان هو يتراجع الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ استعرف الحقيه؟ اه هو اللي كلمت اه هو فجأت بتليفون جايلي اللي قالوه ايوه ايوه اشرف انا عاد الامام امه فانا تخضيت يعني اولا انا افرح جدا جدا ان يبقى الزعيل هو نقيب المهن التمثيلة و نقيب الوسيلة امه ده حاجة للبلد عظيمة امه قال انا ايوه ايوه ابتاع و انا يبني هقولك رأيي انا شاف ان انت اصلح واحد امه اشتعى الكلام ده امه امه و انا و فرقتي كلنا جايين للانتخابات و هنقيدك و هننتخبك و هعلن ده رسم امه ده اللي حصل امه اشترك في الانتخابات النجمة عاد الامام الاخيرة للنقضة لا اخيرا لا انما قبل كده طبعا كنا اخر مرة توصلت مع امتا او تطمنت عليك امتا لا اوه كتير قلعي اخر مرة كانت امتا من شهر كده من شهر من شهر اه هو كلمني من شهرين اه كان بيقوللي على حاجة و اه و انا كلمته مرة و اه و بتكلم بقى مع السيزراني كتير يعني انا السيزراني مبارح اول مبارح امه تمام اخر مرة توصلت مع عاد الامام كانت صحته عامل ايه كويس ده الفن امه بعض الاعلامين طلعوا و كلموا عنه و قالوا ان هو عيان شوية ان هو تعبان شوية جبوهم مين جبوهم مين ميقولونا المظنر و فيه اعلامي طلع قال ان هو عنده زهايمر او اصيب بالزهايمر ميقولونا المظنر لو نعرف المصدر هنرتاح محمد الباس طلع قال كده هو أصيب بالزهايمر؟ طب ليه ما حدش طلع يرد على محمد الباس؟ ليه ما حدش طلع يرد على محمد الباس؟ مش إحنا اللي ترد أسرته هو كلمني كان فيه حد من الزمل عنده الشباب السوارين وكلمني مكالمة طويلة عريضة زهايمر إيه؟ قال لها فلاني عندي وقال ده وقت كويس وأنا عايزك تخلي بالك منه وتعمل لوكيت وتوحكيت مين فلان الفلاني؟ ما ترفوش واحد من الشباب السوارين وخليت بالك منه فعلا؟ تسجد بغذر معك أنت ما تحديش كوبة أنا بس هدى إحنا على فكرة مثل عشان إن إحنا عايزين نتطمن عليه يعني هو فنن مبجم وهو يعني الناس كلها بتعشق وعيش يعني ده حاجة مهمة إن إحنا نتطمن عليه عايزة أقول حاجة بس رايحنا لو في فنان والفنان ده إنسان والإنسان ده زي وزا أي بشر طبعا لو في حاجة ما أدخدش إن إحنا مش هنأكل فراح ونفسي طبعا